كل عام وسوريا الحبيبة شعبا وجيشا وقيادة بألف خير نشرة التاسعة من قناة الدنيا السلام عليكم أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2013 القاضي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها بموجب القانون كما أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة مكافحة غسيل الأموال بإضافة بعض الجرائم إلى تعريف الأموال غير المشروعة وذلك بما يتناغم مع القوانين والاتفاقيات الدولية إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة